من الأذكار التي ندب إليها سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام التسبيح وهذا أمر به ربنا وأمر به نبينا عليه الصلاة والسلام قل سبحان الله هذه كلمة يحبها الله معنى ما أحب الكلمة دي؟ لما لنا أقول سبحان الله معناها تنزيه لربنا سبحانه وتعالى سبحان الله يعني أشهد أن الله ناقص من كل عيب ده معناها باختصار تنزيه لربنا سبحانه وتعالى سبحان الله النبي عليه الصلاة والسلام قال للصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم أَيَعْجِزُوا أَحَدُكُمْ أَنْ يَكْسَبَ فِي يَوْمٍ أَلْفَ حَسَنَةٍ يوم واحد ألف حسنة قالوا كيف ذلك يا نبي الله حديثه بمسلم قال النبي عليه الصلاة والسلام أن يسبح مئة مرة فتكتب له ألف حسنة بهذه التسبيحات أحب الكلام إلى الله سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام قال شنو؟ أحب الكلام إلى الله أربع سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر مر سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام على أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه وكان بيزرع جدًا بيته كان عنده شتلة بيزرع فيها جدًا بيته فمر عليه سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام ثم قال له نبينا عليه الصلاة والسلام قال يا أبا هريرة ألا أدلك على غراس خير من غراسك زراعة أفضل لك من الزراعة بتاعتك فقال له أن تقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر فإن لك بكل واحدة غرسًا في الجنة سبحان الله نخل في الجنة والحمد لله نخل في الجنة ولا إله إلا الله كذلك والله أكبر كذلك كما قال النبي عليه الصلاة والسلام شكرا